المنتخب مكمل كده وهيكون عنده لسه مباراة يوم السبت الجاية 31 سبعة واذا ربنا قدر لنا الفوز والمكسب مكملين لسه كمان لغاية يوم 3 و 4 اغسطس فبالتالي انت عندك مباراة دولة الفترة الجاية هل كان فيه تنصيق مع الاهلي مع الاندية الاخرى هل فيه تنصيق مع اندية تاديجلا وسيراميكا كيليو باطرا الوضع الجدو العبائي الناس كلها بتتكلم وحتى الصفحات السوشال ميديا الصفحات الرياضية بتتكلم حتى صحيفة الوطن على حسابها الرسمي قالت ان فيه تنصيق ان المباراة اللي جاية ممكن تتأجل بعد تآهل المنتخب الولمبي ده هنشوفه خلال الساعات الجاية ليه بقول خلال الساعات الجاية بص يا جماعة بكرة عندنا مطش مع اسوان بكرة الخميس تسعة وعشرين سبعة في ستاد بيترو سبورت الساعة سبعة مساء منتخبنا الولمبيا يلعب مع البرازيل يوم السبت اللي جاي يوم 31 سبعة في دور التمانية الساعة 12 الضهر موقف منتخبنا يتحدث في مشوار البطولة بعد يوم السبت طيب ليه بعد يوم السبت لان المباراة اللي جاي للأهل بعد مباراة اسوان لسه يوم الاتنين مع دجلة هتبقى يوم الاتنين اللي جاي الموافق اتنين اغسطس على الساعة الساعة 9 الاهل وسيراميكا لسه الخميس اللي جاي زي بكرة خمسة اغسطس على الساعة الساعة 9 فبعد مطش البرازيل هنشوف ساعتها الموقف ايه اذا كان فيه اتفاقات رسمية لان انا مستنى اسمع تصريح رسمي من اتحاد الكورة الاتفاق كان ايه بشكل رسمي هل الاتفاق كان بعد الثلاث مباراة طب هل الاتفاق ان فيه لعيبة هترجع بعد الثلاث مباراة ولا لا عايز اعرف بشكل رسمي الاتحاد برضو لازم يوضح اطر الاتفاق اللي تم مبيني الاهلي مع الاندية الاخرى خد بالك برضو دجلة فيه لعيبة موجودة في منتخبنا الولمبي السراميكا كيليوباترا احمد ياسر ريام موجود مع منتخب ده الولمبي فيه فرق كانت اكيد دبت الضار لو كانت لعبة في وقتها لعيبة مش موجودة معاها دلوقتي فاكيد فيه حصل اتفاق ما او يعني موقف ما بخصوص المرحلة الجاية ده هيتحدد اعتقد بعد مباراة البرازيل لانك ان شاء الله اذا كسبت البرازيل انت مكمل بقى مكمل لغاية اخر يوم في منافسات كرة القدم لغاية 6-8 او 7-8 عندك سيمي فاينل خسرت لقدر الله عندك 3 ورابع عشان المديلية المديلية البرونزية فبالتالي هي هتباني الرؤية بعد مباراة البرازيل عندنا مباراة اسوان ما نتكلمش في اي حاجة الا في مباراة اسوان نكسب بقرة عشان فرق النقاط لان كل الاهل ما بيكسب بيضع الضغوط على كل الموجودين في وسط الرياضي بلا استثناء لان الاهلي موظفوش غير هدف واحد بس الفوز بالدوري الاهلي هو المرشح الاول للفوز بالدوري والكل عارف كده اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عندي بعض التفاصيل الخاصة بالتريند الاوليمبي وانتكلم كمان عن الفترة اللي جاية مشوار منتخبنا الاوليمبي اذا كمل هل ليه تأثير بقى على القيد الافريقي ومشوار الاندية في البطولات الافريقية وتسجيل اسماء الاندية قيد اللاعبين كل دي حاجات يا جماعة لازم تخطوها في الحسبان وانتو بتتكلموا على فكرة المباراة هتتأجل ولا مش هتتأجل اخرج لفاصل بعد الفاصل نرجع مع بعض ولسه عندنا التفاصيل في برنامج التريند